بسم الله الرحمن الرحيم نقدم لحضراتكم لخصاً لخطبة الجمعة الأخيرة التي ألقاها سيدنا أمير المؤمنين أيضا الله تعالى بنصره العزيز من مسجد بات الفتوح في لندن في الثاني والعشرين من شهر فبراير الجاري حيث قال في هذه الأيام تحتفل جماعتنا بيوم المصلح الموعود وهذه الاحتفالات تتعلق بالنبوءة التي تلقاها المسيح الموعود عليه السلام عن الإبن الموعود حيث أخبره الله تعالى أنه سيولد له ولد ذو صفات خاصة يخدم الدين ويطول عمره ويتابع مهمة المسيح الموعود عليه السلام وقد تلقى حضرته هذه النبوءة يوم العشرين من فبراير 1886 هذه النبوءة آية عظيمة على تأييد الله للمسيح الموعود عليه السلام فقد ولد المصح الموعود في الفترة التي حدده الله لولادة هذا الابن وبعد وفاة الخليفة الأول رضي الله عنه شرف الله هذا الابن الموعود بمنصب الخلافة وسأتناول اليوم بعض الأحداث التي تثبت أن سيدنا ميرزا بشير الدين محمود أحمد المصح الموعود رضي الله عنه هو مصداق هذه النبوءة العظيمة لكني أود بداية أن أبين صدق وأهمية هذه النبوءة من خلال أقوال المسيح الموعود عليه السلام فهذه النبوءة ليست عن مجرد ولادة ابن بل تخبر بولادة ابن عظيم جدا سوف يؤسس لانقلاب عظيم وعن هذا قال عليه الصلاة والسلام ردا على الطاعنين تدبروا أن هذه ليست مجرد نبوءة فحسب بل هي آية سماوية عظيمة إن الله الكريم جل شأنه قد أراها تبيانا لصدق نبينا الرؤوف الرحيم الكريم محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعظمته والحق أن هذه الآية أعلى وأولى وأكمل وأفضل وأتم من إحياء الموت بمئات المرات إن حقيقة إحياء الميت إنما هي استرجاع روح واحدة لأمد قصير فقط كما ورد في الكتاب المقدس عن المسيح عليه السلام وللمعترضين كلام كثير في هذا أيضا وحتى لو تم التسليم بأن الميت استعاد الحياة فهذا لا يفيد العالم شيئا أما هذه النبوءة فإن الله تعالى بفضله وإحسانه وببركة خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم قد استجاب دعاء هذا العبد المتواضع ووعد بإرسال روح مباركة تنتشر بركاتها المادية والروحانية في العالم كله فهذه الآية وإن كانت تبدو كإحياء الموتى إلا أنها أفضل منها آلاف المرات ففي هذا الدعاء طلب من الله ولادة روح ولكن شتان ما بين الآيتين ولكن المرتدين لا يفرحون من ظهور آية صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ذكر المسيح الموعود عليه السلام ذلك في كتابه تبليغ الرسالة لم يطلب المسيح الموعود عليه السلام روحا عادية بل طلب آية عظيمة فبشره الله بولادة ابن ذي صفات عظيمة سوف يكون ذكيا فهيما وصاحب عظمة وثراء وتتبارك منه الأقوام يملأ بالعلوم الظاهرة والباطنة ويعطى فهما للقرآن ويختم القرآن خدمة عظيمة فتظهر عظمته في العالم كله وسوف يكون وسيلة لفكر قابل الأسرى وسوف تقع في عهده كوارث عالمية ويذيع صيطه في العالم ونرى كيف اندلعت في زمنه حربان عالميتان وكوارث وبلايا أخرى أما عن انتشار صيطه فقد نشر في حياته شبكة لتبليغ دعوة الإسلام في العالم كله وهكذا ذاع صيطه في أكناف الأرض ولا يزال الإسلام ينتشر حتى اليوم بسبب ذلك ثم ذكر نصره الله وقائع من حياة حضرته تتعلق بتعليمه حيث قال بعد أن أتم قراءة القرآن الكريم أدخل المدرسة لتلقي التعليم الدنيوي وكان ضعيفا فيه وكان بعض الأساتذة يدرسونه الأردية بالبيت ومنهم بير منظور أحمد ثم علمه المولوي شير علي الإنجليزية وقد ذكر الخليفة الرابع رحمه الله في كتابه سوانحي فضل عمر أن هذا التعليم كان عجيبا حيث قال المصح الموعود بنفسه أما تعليمي فقد كان للخليفة الأول منة كبيرة علي بهذا الشأن لأنه كان طبيبا وكان يعلم أن صحتي لا تسمح لي بالنظر طويلا في الكتاب فكان يقرأ علي وأنا أسمع لأن عيني أصيبت بالرمد في صغري وكانت عيني تؤلمني لمدة أربعة سنوات لدرجة أن الطبيب قال إن بصري سوف يضيع فدع المسيح الموعود عليه السلام لصحتي وبدأ يصم من أجل ذلك ولا أتذكر كم يوما صام ربما ثلاثة أو سبعة أيام وفي اليوم الأخير عندما أدخل شيئا في فمه عند الإفطار فتحت عيني وقلت بدأت أرى ولكن من شدة تكرار هجمات المرض ضاع بصري في العين اليمنى فكنت أرى فيها طريقي أو أميز بها من أعرفهم مسبقا فقط ولم أستطع القراءة بها وكانت عيني الأخرى مصابة بالرمد أيضا فكنت في بعض الأحيان أقضي الليالي ساهرا من الألم فقال المسيح الموعود عليه السلام لأساتذتي فليدرس على راحاته لأن صحته لا تسمح له بتركيز كثير وكان يقول لي أن أدرس ترجمة القرآن وصحيح البخاري من المولوي نور الدين وشيئا من الطب لأن هذا علم عائلي لنا وحيث أني لم أكن أرى ما يكتبه الأستاذ على اللوح كنت أرى حضور صف عديم الفائدة فأحضر الصف يوما وأغيب أياما فشكان الأستاذ فقير الله للمسيح الموعود عليه السلام فخفت واختفيت مخافة أن يغضب علي المسيح الموعود عليه السلام لكنه قال للأستاذ فقير الله أشكرك على اهتمامك بابني وقد فرحت أنه يحضر أحياناً وإلا فإني أرى أن صحته لا تسمح له بالدراسة ثم ابتسم وقال لن نفتح له محل للبيع والشراء فلا أبالي سواء تعلم الحساب أم لا متى تعلم النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الحساب لا تجبروه على الحضور فاستغللت ذلك وبدت أحضر مرة في الشهر كنت مصاباً بمرض الكبد أيضاً وأتناول أطعمة كدواء وكان طحالي ينتفخ وكان عندي مرض في الحلق إضافة إلى الحمى التي كانت تستمر ستة أشهر فقرر المسيح الموعود عليه السلام أن أدرس ما أستطيع بسهولة وعلى راحتي من هنا يدرك كل إنسان كيف كانت ثقافتي في العلوم الدنيوية وتابع أمير المؤمنين نصره الله الحديث عن سوانه حضرة المصح الموعود رضي الله عنه التي شهد لها حتى غير الأحمديين وفي الختام دعا الله أن يرحمه رحمة واسعة على ما قام به لنشر دين رسول الله صلى الله عليه وسلم ونشر رسالة المسيح الموعود عليه السلام ودعا الله أن يلهمنا هذا الحماس ويجعلنا أحمديين حقيقيين آمين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة